النظام في مصر أصر أنه يقفل شهر مايو بفضيحة جديدة وصدام جديد مع المجتمع المدني الفضيحة دي هي أنه بعت بلطجية على نقاط المهندسين في نهاية يوم التصويت على سحب السقة من النقيب اللي مش على هوا النظام بعدما المؤشرات كلها قالت أن جموع المهندسين رفضوا الاستجابة لضغوط النظام وسحب السقة منه من ساعتها وأخبار المهزلة دي مالية العالم بس الموضوع ده ورا قصة فيها تفاصيل أكتر إيه هي القصة وتفاصيلها وإيه اللي بتقوله هيا بين النشور عشان نفهم اللي حصل في نقاط المهندسين في آخر مايو وللسه خلصان ده محتاجين نرجع الورا شوي عشان نعرف ليه النظام حطت النقابة دي في دماغه هي والنقيب بتاعها طريق النبراوي طبعا إحنا عارفين كويس أن نظام السيسي عقليته وطريقته في الإدارة قيمة على السيطرة على كل التفاصيل في أي حتة في البلد وأن كل القيادات في كل المؤسسات لازم تكون خضع لي اللي هو طريقة إدارة كتيبة مش مجتمع من مدنيين ليهم أراء وأفكار وممكن يختلفهم مع بعضه ومعاه هو شخصيا بس اللي حصل هو أن المجتمع المصري بعد سنين من حكم السيسي ومع فشل طريقة الإدارة بتاعته مع الأزمات الاقتصادية والضغط الأمني ولأن مصر في النهاية دولة كبيرة ومعقدة بدأ يبقى فيه تعبير عن الغضب من الطريقة دي في الحكم والإدارة نضيف لي ده حاجة مهمة جدا يعني خاصة بالمهندسين تحديدا وهي أن بحكم شغلهم في المؤولات والمشروعات بمختلف أنواعها فهم من أكتر الناس اللي لم يكونوا يعني أكتر الفئات اللي اتضررت من سيطرة الجيش على المشروعات والشغل ده غير إن المهندسين من أكتر الفئات اللي اتضرروا برضو من ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت والمعدات الكهربائية وأي حاجة بتدخل في شغلهم لأن شغلهم أصلا فيه جزء كبير خاص مش حكومي وارتفاع أسعار الحاجات دي برضو نتيجة سلبيات النظام زي الديون اللي زودت سعر الدولار فزودت أسعار الاستيراد واللي بعد كده وقف وتعطل برضو بسبب الدولار الخلاصة إن المهندسين يعني فئة عندهم أزمات خاصة مع النظام وكلها أزمات منطقية ومستحقة والنظام لوحده بتحمل مسؤوليتها طارق النبراوي كان نقيب المهندسين بداية من انتخابات 2014 اللي الدولة وقتها ما تدخلتش فيها بغشومية وما رشحتش حد من رجالتها يعني لأنها كانت عارفة إن مشاكل المهندسين كتير جدا خصوصا من بعد ثورة انقلاب يناير فقالت خلي واحد مستقل يفوز في الانتخابات عشان يشيل الطين وبالتأكيد هيفشل وبالفعل بعد ما فز النبراوي في انتخابات 2014 لأى نفسه أصاد كومت مشاكل كبيرة جدا فوق طائد أي حد وفعلا أداء مجلس النقابة اللي أغلبه كان من المستقلين اللي مشتبع الحكومة ما كانش مرضي بالنسبة للمهندسين بالتالي لما خلصت فترة النقيب والمجلس 2018 وتعاملت الانتخابات الجديدة الدولة المرة دي قلت لك خلاص بقى النقابة وقعت في حجرين وفعلا رشحت هاني ضاحي وزير النقل السابق ومعاه مجلس تبع الدولة وفعلا فاز ضاحي والمجلس بتاعه بس خلال الفترة من 2018 لـ 2022 كل سلبيات النظام اتضحت ومشاكله مع المهندسين وغيرهم كبرت بسبب سيطرة الدولة والجيش على كل حاجة في شغلهم بالتالي المهندسين غضبوا من هاني ضاحي والمجلس بتاعه خلال فترة قيادة هاني ضاحي لانقابة المهندسين حول النقابة تقريبا لجهاز من أجهزة الدولة وحتى الشغل في الجان النقابة بقى مقتصر على أهل الثقة والمرضي عنهم أمنية نتيجة ده لما جي موعد انتخاب نقيب جديد للمهندسين في مارس 2022 بعدما الشعب كله كفر بالسيسي والسياسات ومش بس المهندسين النظام رشح تاني هاني ضاحي وفي المقابل اترشح من تاني طارق النبراوي وفعلا كانت انتخابات مارس 2022 مصرعة قوية بين رغبة النظام ورغبة عموم المهندسين ورغبة المهندسين كانت تأثيرها أقوى فاتعملت جولة إعادة نجح فيها النبراوي وبقى نقيب المهندسين الجديد ضد رغبة النظام بفرق حوالي ألف صوت عن ضحي من لحظة فوز النبراوي يعني الأمور معا ما كانتش سلكة لأن النظام ما سابوش يشتغل بحرية وزرع له في مجلس النقابة أغلبية أعضاء هم أصلا أعضاء في حزب مستقبل وطن وكلنا عارفين يعني إيه حزب مستقبل وطن فوز طريق النبراوي تقدر تعتبره باختصار ضربة مدنية للنظام من فئة مهمة جدا وهي المهندسين وتقدر تعتبره كمان مؤشر مهمة على تصويت أي فئة من المصريين لو جيت لهم الفرصة يختاروا ممثل لهم في تصويت نازيه وطبعا دي رسالة مستحيل نظام زي نظام السيسي قايم على السيطرة المطلقة يفوتها عشان كنا المشاكل بالنقيب المهندسين الجديد وبين أغلبية أعضاء مجلس النقابة بتوع مستقبل وطن بدأت من بدري بدري إيه؟ ده الراجل ما بقالوش في منصبه أكتر من سنة وشهرين المهم مجلس نقابة المهندسين اللي اشتغل مع طرق النبراوي كان مترشق لواءات زي مثلا اللواء يوسري سالم اللي جنبه عضويته في مجلس نقابة المهندسين شغال مساعد لوزير التعليم لشؤون هيئة الأبنية التعليمية واللواء حسام الدين مصطفى رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان واللواء إهاب خضر عضو مجلس إدارة الشركة القابضة لمياها الشرب والصرف الصحي واللواء محمود عرفات مستشار وزير الإنتاج الحربي ده غير إنه واحد من أهم مناصب أي نقابة اللي هو أمين النقابة برضو ماسكوا لواء اللواء يوسري الديب الراجل ده بنته اسمها أميرة يوسري الديب عضوة في مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن اللي هو مجلس حرب مش مجلس نقابة مدنية مجلس الحرب ده مشاكله مع طرق النبراوي كانت كبيرة من أول لحظة واستضم معاه كذا مرة من أهم أسباب الصدام إن مجلس النقابة لمليان لواءات حاول يتعامل مع نبراوي بنفس طريق التعامل اللواءات مع كل حاجة في البلد يعني هنديك أوامر وإنت تنفزها فمثلا في يونيو 2022 اللواء يوسري الديب ده أصدر أمر لطرق النبراوي إنه يلغي التعاقد مع المستشار القانوني للنقابة النبراوي طبعا اعتبر إن ده تدخل في اختصاصه وبالتالي دعا لاجتماع هدفه إقالة أمين النقابة اللي هو يوسري الخلافات بين طارق النبراوي وأعضاء مجلس النقابة كان فيها حاجات غريبة كده تحسزك إننا في أي حاجة تانية غير إنها تكون دولة يعني مثلا شهر اللي فات اتفاجئ النبراوي إن مجلس النقابة أصدر قرارات بقبول عضوية مهندسين جدد المشكلة إن المهندسين دول واخدين شهاداتهم أونلاين من جماعات بر وإن الشهادات دي مش معترف بها في مصر والنكتة بقى إن بعض المهندسين دول كانوا أدى بيه في السنوية العامة وبعضهم واخد دبلومات فنية واشتروا شهادات الهندسة أونلاين من خلال دراسة شكلية كده في جماعات يعني في بير السلم قمة التوتر والمشاكل بين طارق النبراوي بالمجلس النقابة حصلت في مارس اللي فات لما مجموعة مهندسين قدموا مقترحات لمجلس النقابة بهدف تطوير الأداء وخدمة المهندسين عشان المقترحات دي تتناقش في الجامعية العمومية مجلس النقابة اللي أغلبه لواءات من حزب مستقبل وطن لقاها فرصة بقى عشان يثبت إنه هو اللي مسيطر عن النقاب فأم ما طنش المقترحات دي ومعرضهاش في الجامعية العمومية للنقابة اللي تعملت في مارس اللي فات وقال لك إحنا وزعنا الاختراحات دي على الجان النقابة عشان تفرزها وتشوف المناسب واللي مش مناسب اللي هو برضو تعامل لواءات في كتيبة لأن دي مقترحات مقدمها مهندسين مدنيين لنقابتهم المدنية يعني حقهم إنها تتناقش في جامعيتهم العمومية طريق النبراوي خلال الجامعية العمومية راح فاتح باب التصويت على المقترحات دي وأغلبية اللي حاضرين وافقوا عليه ودي كانت ضربة قوية لمجلس النقابة خصوصا لما عموم المهندسين وفقوا على قرار بإعادة تشكيل لجان النقابة وده معناه إنهاء سيطرة اللواءات على اللجان دي وحرمانهم من النفوذ في النقابة وكان من ضمن القرارات اللي توافق عليها إن تتعمل أمانة جديدة للنقابة بدل الأمانة اللي بيرأسها اللواء يوسر الديب هنا بقى بدأت الحرب العلنية واللي هدفها إسقاط النقابة لأنه بقى واضح للنظام ومجلس النقابة إن التعايش مع طارق النبراوي مستحيل عشان كده فجأة أكتر من 300 مهندس أغلبهم أعضاء في مستقبل وطن برضو قدموا طلب لمجلس النقابة بعمل جماعية عمومية طارقة هدفها سحب الثقة من النقيب طارق النبراوي ومن المجلس كله على أساس يعني إنه ما يبانش إن المستهدف هو النقيب لوحده بس لما مجلس النقابة عمل اجتماع لمناسة الطلبات دي ظهر فجأة برضو أكتر من 1900 طلب من مهندسين لسحب الثقة من النقيب لوحده والإبقاء على المجلس ده لوة تاني وهو وكيل النقابة اسمه حسام رزق طارق النبراوي ما حضرش الاجتماع اللي اتناقشت فيه طلبات سحب الثقة وخلال الاجتماع ده مجلس النقابة عمل لعبة كده وافق فيها على طلبات سحب الثقة من النقيب بس وطنش طلبات سحب الثقة من النقيب مع المجلس وبكده اتقرر عمل جامعية عمومية لسحب الثقة من النقيب واللي حصلت فيها الفضيحة وقفلها البلطجية من وقت اتخاذ قرار الدعوة لجامعية عمومية لسحب الثقة من طرق النبراوي لغاية ما اتعاملت في آخر مايو اتحول الحجد المتبادل بين عموم المهندسين من ناحية وبين أنصار حزب ومستقبل وطن جوه النقابة في الناحية التانية لمعركة بين استقلال قرار المهندسين وبين سيطرة النظام على انقابة المهندسين وفعلا اتعاملت الجامعية العمومية والمهندسين راحوا من كل مكان في مصر تقريبا الجامعية عملت في قاعة المؤتمرات في مديرة نصر وبسبب ضخامة عدد المهندسين كتير منهم وقفوا في عز الحر تحت الشمس بشكل يعني كان واضح أن مجلس النقابة بيخنق عليهم ما تفهمش ليه ده غير أنه أصلا الجامعية العمومية معمولة في يوم عمل عادي وسط الأسبوع عشان يقل عدد المهندسين اللي مشاركين بس رغم كده حضروا بأعداد كبير وقبل الجامعية نقيب المهندسين طلع بيان ظهر فيه وهو بيحمل حزب مستقبل وطن وأجهزة الدولة مسئولية كل الحجد اللي بيحصل ضده ده لقد هلني حالة الاستنفار العائلة التي قام بها حزب الأغلبية الذي استدعى أعضاؤه ولجانه وقواعده من كافة التخصصات لشن حملة مصعورة ضدي خلال الأيام الأخيرة مستعينا بأجهزة الدولة وبعض الوزرات لمحاولة توجيه إرادة المهندسين بأسلوب الضغط والترهيب والترهيب وجميع يشهد على هذه الإجراءات وهذا الاستنفار في كافة محافظات الجمهورية من أول ساعة للتصويت كان واضح أن الرأي العام مصد المهندسين ضد سحب السقة وده كان انتصار واضح للنبراوي والاستقلال للمهندسين وحجم المشاركة كان كبير لدرجة أن التصويت اتمد نصف ساعة زيادة بعد انتهاء الموعد الرسمي اللي هو سبع مساء بالشكل ده مع بداية فرز الأصوات بالليل بقى مؤكد أن المهندسين رفضوا سحب السقة من طرق النبراوي وده كانت ضربة جديدة وقوية للنظام ومستقبل وطن ومجلس النقاب ورغم أن اللي كان بيشرف على التصويت والفرز واعلان النتيجة لجنة قضائية مكلفة من لجنة الانتخابات في النقابة إلا أن مع نهاية اليوم بدأ يظهر اللعب من اللجنة القضائية بالتنسيق مع أعضاء المجلس المواليين للنظام لأن بدل ما اللجنة القضائية تعلن نتيجة التصويت بمجرد الانتهاء من الفرز مطلت في إعلان النتيجة أعضاء مجلس النقابة من اللواءات وأنصار النظام ما كانوش موجودين بكسافة خلال الفرز بس على ما فرز الأصوات كان قرى بيخلص خلاص دخلوا القاعة فجأة وطلوا على المنصة اللي عليها اللجنة الخضائية يعني وخدوهم على جنب كده وكان لهم معهم بشكل يعني مريب قالوا لهم أن هم هيعملوا طاعن على النتيجة وبكده بقى واضح أن مماطلة اللجنة القضائية في إعلان النتيجة كان هدفه أنهما يستنوا أعضاء مجلس النقابة بتاع مستقبل وطن لما يوصلوا وياخدوا قرار ده غير أن اللواء يسر الديب أمين النقابة طلب من اللجنة القضائية أنه يستلم نتيجة الفرز وهو اللي يعلنها هنا اعترض رئيس لجنة الانتخابات في النقابة وقال أنه هو اللي يكلف اللجنة القضائية بالإشراف على التصويت والفرز وأن اللجنة القضائية هي اللي يجب أن تعلن النتيجة والنتيجة زي ما قلنا كان وضح أنها اكتساح لصالح رفض صحب الثقة من طارق النبراوي انتخبت؟ انتخبت بقى طيب ممكن عرف أنت قدلت بأيه بالزبط؟ طبعا أنا صوت ضد يعني لا لصحب الثقة من المقيم مواندسي طارق النبراوي ليه بقى؟ بصي فيه دلوقتي حاليا يعني زي رأي عام كبيري أو توجه في شباب المواندسيين من اللي حصل للفترة اللي فاتك فضل الشد والجذب ده مستمر يعني لغاية حوالي الساعة عشر ونص بالليل لما طبعا أغلب المهندسين روحوا وما بضلش غير قيادات النقابة والمندوبين متوع المرشحين وعدد قليل من المهندسين وهنا فجأة الموجودين في القاعة سموا أصوات ضرب وخط وشتيمة وتكسير جايين من بره وفي ثواني فهموا السبب السبب هو أن فيه بلطاجية ما لهمش أي علاقة بالمهندسين ولا النقابة ولا الانتخابات جم عشان يقولوا كلمتهم البلطاجية اقتحموا القاعة وكسروا الكراسي والسناديق وقطعوا الأوراق ورموها على الأرض واكتملت الفضيحة للعالم كله تفرج عليها وسيمة عنها الفكرة أن الزابط أو الجهة اللي بعثت البلطاجية حاولت تستاذكى يعني عن طريق أن هما يخلوا البلطاجية يهتفوا وهم بيكسروا القاعة طارق هو النقيب لو لعبة عيالي قوي يعني لأن لو أنا كسبان إيه اللي يخلينا جيب بلطاجية؟ وبمجرد ظهور البلطاجية في المشهد أعضاء اللجنة القضائية طلعوا يجروا من القاعة ورفضوا مناشدات المهندسين لهم بإعلان النتيجة إنقاذا للموقف بالتالي البلطاجية استفردوا بالسناديق وبالورق ونسفوا كل حاجة وضربوا حتى كم مهندسين حاولوا يدفعوا عن بعض السناديق نجحوا إنهم مييدوا 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 البلطجية اللي اقتحموا مقر انتخابات المهندسين كان معهم اتنين من اعضاء مجلس النواب عن حزب ومستقبل وطن واحد اسمه عيد حماد وده مش مهندس هو نائب عن المعصرة وحلوان يعني اصلا انتخابات المهندسين مش في دائرته اساسا عيد حماد ده بقى ما شاء الله عليه يعني له تاريخ في البلطجة والاجرام حتى ضد الشرطة لانه في يناير اللي فات اتخانق مع افراد كمين شرطة في مدينة 15 مايو جنب حلوان عشان قبضوا على واحد صاحبه كان مع اسلح ومخدرات والتاني اسمه اهاب العمدة وده برضو مش مهندس وكان عضو في الحزب الوطني وكان متهم في قضية موقعات الجمع بعد الصور وبشكل بيقول ان فيه تنسيق مسبق بين كل الاجهزة في الدولة شرطة النجدة ما ردتش على اتصالات وبلغات المهندسين عشان تتدخل لغاية حوالي الساعة اتنين ونص بالليل يعني بعد اربع ساعات كانت كل حاجة فيها انتهت الحقيقة ان موضوع البلطجية اللي اقتح منتخبات المهندسين ومنعوا اعلان فوز طرق النبراوي بثقة النقابة بيقول كذا حاجة اولا ان نظام السيسي طلع ميخوخ جدا ومعندوش حاجة يفرض بها سيطرته غير اساليب نظام مبارك رغم عشر سنين كاملة عدت كل حاجة في البلد حرفيا في قبضة النظام والاجهزة ثانيا يعني فكرة ان اي حد في البلد يحاول يعبر عن نفسه ويستقل عن قبضة النظام الحديدية هتتواجه بقمة العنف والبلطجية ثالثا بقى وده الاهم يعني ان النظام اللي بمنتهى الرخص جاب بلطجية اعتده على المهندسين ده مستحيل يقبل بانتخابات رئاسية نازيهة او فيها اي قدر من نازاه لأن واضح ان الناس ما بتصدق تلاقي اي فرصة عشان تعلم رفضها للنظام وسياساته وطريقته رابعا بقى وده مهم برضو ان ازمة النظام مع كل القطاعات المدنية خصوصا النخبوية منها بتزيد يوم بعد يوم بسبب غشومية النظام وبلطجته عندك مثلا لسه من اقل من ثلاث شهور الصحفيين انتخبوا نقيب جديد معارض للنظام اتقبض عليه قبل كده واتقبض على اخوه وهو خالد البلش وحتى الموقع بتاعه وموقع ضرب كان محجوب لغاية كم اسبوع فاته الصحفيين زي المهندسين لما جتلهم فرصة يوجهوا ضربة للنظام والمرشح بتاعه استغلوها واختاروا البلش وقبل الصحفيين من كام شهر كان فيه مشكلة بين النظام وانقبط المحامين بسبب الفاتورة الالكترونية واحتشد المحامين وتظهروا واعلنوا عن غضبهم ضد قرارات النظام ده غير بقى كل شوية مشاكل بين النظام وانقبط الأطباء لأسباب كتير تتعلق بالأجور والأبض على دكاترة واعتداء زباط وقمناء شرطة وغيرهم على دكاترة وموردين خلال شغلهم الكلام ده كله بيقول ان الفجوة بتوسع كل شوية بين النظام وأجهزته وبين كل القطاعات المدنية مبارح يعني في اللي حصل في انتخابات المهندسين بس طبعا احنا كمصريين فاهمين اللي أمور هتمشي ازاي أو على الأقل تجاربنا اللي فاتت مع الأنظمة كلها بتخلينا متوقعين اللي أمور هتمشي ازاي يعني غالبا هتتهل اتهامات حوالين مين اللي جاب البلطجية وممكن تتعاد الجامعية العمومية عشان تدي فرصة لرجالة مستقبل وطن والنظام يحشدوا أكتر ويستعدوا أكتر بس ده كله مش هيغير حاجة من الواقع اللي ظهر نتيجة التصويت على سحب الثقة من نقيب المهندسين وقابلها في انتخابات الصحفيين وهي ان الكل قرف من سياسات النظام والعسكرة والبلطجة اللي بيدير بهم البلد وان القرف ده بيزيد وهيزيد ويستغل لكل فرصة متاحة عشان يعبر عن نفسه ونشوفكوا على خير ان شاء الله